في خطوة من شأنها أن تخفف على كبار السن والمحتاجين استطاع الشاب الفلسطيني عبدالله البابة أن يبتكر عيادة أسنان متنقلة عيادة أسنان متنقلة هي فكرة صعبة المنال كانت قبل أن ينجح شاب لم يتجاوز منتصف العشرينات من عمره بابتكارها طالب الهندسة عبدالله البابة بن مدينة رفح في قطاع غزة استطاع أن يحول حقيبة سفر إلى عيادة أسنان متنقلة بهدف تسهيل الوصول للمواطنين خاصة كبار السن والفكرة نضجت لدى البابة من أجل أبيه المقعد الذي لم يبرح مسيرات العودة والتي أنهكته فكان لابد بأن تصل إليه عيادة مشابهة فكرة المشروع من الأساس كانت تولدت عندي من والدي والدي مقعد مصاب مسيرات عودة أحتاج أن يروح على طبيب الأسنان في يوم من الأيام فإحنا عارفين أنه عندنا في البلاد أنه كل أطباء الأسنان في الطابقة العلوية فلما أخذناه على طبيب الأسنان كان الإشي شاق وبذل مجهود كبير كيف طلعت الدرج للطابق الثالث فأنا شفت المعاناة فهذا كانت اللبنة كيف تكون عندي فكرة المشروع وبالرغم من عدم توفر المواد الأساسية لبناء مثل تلك العيادة إلا أن عبدالله استطاع وجسد المثل الذي يقول الجود من الموجود وبحسب المبتكر الفلسطيني فإن اختراعه الجديد يتيح لطبيب الأسنان وحدة متكاملة تحتوي على كافة الأدوات اللازمة لإتمام علاج المرضى احنا طورناها وعدنا تعديلها بشكل يواكب اللي هو وحدة الأسنان المتنقلة لما جمعت وبحست كان فيه أدوات صراحة مش متوفرة عند في القطاع صعب أن أنا أجيبها وصعب أن أنا أدخلها فبحثت على بدائل معاناة وشح في المواد واحتلال والعديد من الأمور كلها لم تمنع الشاب الفلسطيني من تحدي قسوة الحياة والخروج بأمر جديد يطمح بأن يلقى دعما وأن يحقق انتشارا واسعا